اشتركوا في القناة 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 بس راح اعلمك شو نتسوي اذا عندك الاوتاب يتحشر في السيد طبعا لازم تسيطر على هذا البيت اللي داخل لجوم وقويند ان سيد هذا لازم تسيطر عليه كامل طبعا هادا جهة الاولى الريس بوند واحيانا رسبن بعد تحت احيانا زين وعندك هادا منطقة الثاني عند هادا الصخرة حدودها يعني يبين يسار الصخرة والمنطقة الثالثة راح يرسبن في هادا الزاوية عادة ان يرسبنك هنا عادي في هادا منطقة عادة ان يرسبنك احيانا او تكون هادا الجهة يعني اغلب الاحيان ما بيجيبك هادا الجهة لانه في نافذة وفي ناس الزحمة تضغط من القطار اغلب الاحيان بس اغلب وقتها هادا احيان في هادا الزاوية وهذه الزاوية اللي هناك اللي لقيتكم عنهم قبل شوي فطبعا كيف حشرتها؟ لازم تمسك البيت يا حبيبي البيت هادا شوي خطر لازم تفهم اللي صاير وتسمع اللي حواليك احسن الوقت احسن شي يعني اذا قتلت احد في هادا المنطقة اغلب الوقت اغلب الوقت راح يرسبن لك هناك اذا قتلت في البيت راح يرسبن عند السي تجي تسوي هادا قليتش وتقتلهم على حسب الصوت ولا السابل اللي عندك اذا كان شدقا اكيد ما انصحك من هادا الزاوية ولا سنيبر يا امديك سنيبر تقتلهم هادا اول شي اذا قتلت ثلاثة اربعة عرف وتيقن انهم راح يجوك احسن حركة شانه تسوي تطلع تجي هادا منطقة احتمال تشوف احد يبيجي من وراك تقتله وترجع مرة ثانية توقفي شوي تنتظر ثانيتين ثلاث ترجع البيت مرة ثانية اغلب الباكت اذا سويت هادا حركة انهم راح يجوك ما يشوفهم في البيت وان تجي من وراهم هادا حركة اسويها او ان اضغط على الرسبوند اقتل لي واحد اثنين واطلع يسار وادخل من النافذة من جديد بس هادا احيانا اموت فيه كثير لان يرسب من واحدة في هادا الزاوية او يطلع من الرسبوند وفي ضحة تطالع من البيت اموت هادا حركة ما انصح فيه الا اذا مر مرنزنكت وحسيت اني براح تموت من هادا الزاوية فنرجع عن شرح سريع طبعا هادا النافذة ما تكلمت عنها طبعا اغلب الناس يجون بعد من هادا يعني بيك تنظف منهم اذا نظف لك واحد اثنين قتلت لك ثنين ثلاثة ونظفت لك هنا كم من واحد اغلب الوقت زي ما قلت لكم مو انت في البيت راح يرسبنونه هناك طبعا اذا ما كان فيه احد من اخوياك يطالع ذيك الجهة راح يرسبن ذيك الجهة راح يرسبن ذيك الجهة تقتلهم واحد اثنين اكيد راح يعرفوا محلك ويوجوك تاخد فره تطلع وتجيلهم من وراء وتدخل من الجديد او انك تضغط من هذا الباب بس اهم شي شنو صعب انك تخرب رسبونده في عالم السي مو زي عالم الاي يخترب سريع مع ان الاي تم بيك تقتل اسرع في الحشرة من السي يعني في كل واحد الهجاهة السي صعب يخترب والاي بسرعة يخترب بس يمديك تقتل في الاي اسرع هذا العيب فتقريبا كده شباب وصلنا هذا الفيديو اتمنى اعجبكم فقبل ان انهى الفيديو اتمنى تعطوني ما بالثانية تابعوني اشرح فيه كيف تحشر فيه او تتعلم الرسبوند بالضغط فيه وكيف تحشر بدون ما تخرب الرسبوند فموضوع سهل وبسيط بس عليك انك تسوي براكتس تقدر تكتشف هذا الشيء بنفسك ومن خبرتك في اللعب بس اذا انت ما قدرت تكتشف هذا الشيء فراح اساعدك واعلم كيف تحشر بدون ما تخرب الرسبوند فزي ما عاودكم شباب اكتب لي المابي اللي تبعيه اللي بعده شرحنا حين نكمبين وشرحنا فرنج ونشوف المابات الجاي شنو اللي تصير قبل ان انزل ال DLC راح احاول اشرح لكم اكبر عدد ممكن وما عدي اسا طبعا راح اساوي المابات الجديدة وراح نشوف نعب الزام بما بعد فشوفكم على خير يا عيال سلام عليكم